وزير خارجية النمسا يدعو إيران إلى ضبط النفس وسط توطر متزايد في الشرق الأوسط طبعا الموضوع ده خاد يمكن عملية موجية غريبة جدا بعد اغتيال إسماعيل هنية طلعت التصريحات من إيران حسينا أن الطائرات الإيرانية طلعت دلوقتي هتم لسماء إسرائيل بعدين هناك فيه انخفاض بعدين فيه وعد أو فيها ليكونوا انتصال بس كل الأوساط السياسية أو كثير من المحللين بيقولوا أن الرئيس الجديد مسعود برزدتش بزاكشيان مسعود بزاكشيان مسعود بزاكشيان مش تشيان تشيان هده جاكي تشيان هو عنده ميول لعملية التهدئة وكان يمكن من ضمن القرارات الأولية اللي هياخدها زي مهم صرحوا أنه كان يسعى للمصالحة وإتمام الاتفاق النووي مع أمريكا والعودة لي هل موضوع ضبط النفس ده هيستمر للفترات ولا تتوقع أن يكون هناك رد إيراني في الأيام القديمة بصراحة أنا أدعو السيد ألكسندر شهنبير وزير خارجية النمسا إلى ضبط نفسه من الضحك المفرط الذي سيصيبه نتيجة هذه الخرافة التي سمعناها يعني مع الأسف قتل 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 اسماعيل هنية بالمجان وذهب أدمه وأصبحت ما يقال إعضامه مكاحل بتربؤوله وانتهى أمره وجاء ما خلفه الإرهابي السنوار يعني الذي هو فعليا يدعم الإرهاب في سوريا يدعم الإرهاب الإيراني يدعم الإرهاب في العراق يدعم الإرهاب في غزة يدعم الإرهاب في لبنان في العديد من المناطق بصراحة يدعم الإرهاب فبالتالي أنا أدعو السيد شهنبير لأن يضبط نفسه من الضحك لأنه لأن إيران إيران الوجه الآخر لإسرائيل هؤلاء يا سيدي الكريم هؤلاء وجهان لعملة واحدة إسرائيل وإيران عبارة عن واحد يلعبوا بالفلسطيني يلعبوا بالعربي يلعبوا بالأحمق الذي يصدقهم حماس مع الأسف ما زالت اليوم عبارة عن مجموعة غوغائية مجموعة من الحمقة تصدق الروايات الإيرانية وإحور المقاومة ومحور المماتع والزلمين أتل وما أحد أدري فيه واغتال طبعا إسماعيل هنية من اغتاله هو الميليشيات الإيرانية اللي اغتالته خدمة لماذا؟ خدمة لمشروعها في إبقاء وحظظ النظام لأنه قدوم ترامب إلى السلطة وإلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية هذا العام كما يقال طبعا من الممكن أن ينهي إيران فقامت إيران بتقديم القرابين للسيدة ترامب حتى يتعافى هذا النظام ويعيد إنتاج نفسه ترامب بيتواعد دلوقتي برضو بيتواعد حماس وقال قبل مآجل السلطة يكون الرهاء نرجعه هذا الكلام هذا الكلام يعني اليوم لم يعد يوجد شيء لم يعد يوجد شيء اليوم اسمه غزة لم يعد يوم الحمد لله أعتقد تنظيم حماس الإرهابي فعليا هو الشبه انتهى مع الأسف لأن هذا الإرهابي فتح فتح المجال للإرهاب الإسرائيلي لأن يدمر غزة ويمحيها عن بكرة أبيها تحت اسم المقاومة والانتصارات الاستحمارية التي يقوم بها مع الأسف شاهدنا عشرات المقاطع من الفيديوهات التي تأتي من غزة والتي تتهم حماس بالخيانة العظمى والعمالة اللامتناهية مع الاحتلالين الإسرائيلي والإيراني وإن كان وزير خارجية الإيران أو القام بأعمال عليه بغيدي هو بيحمل الدول الأوروبية عملية هذا بروتوكول وكلام سياسي للاستهلاك وليس له أي قيمة وهذا الخبر تاريخه سيد الكريم هذا الخبر تاريخه من ستة اليوم نحن بعشرة يعني لهذا الخبر اليوم تقريبا صر له خمسة أيام وصر لهم بصدع راسنا من عشرة أيام من ساعة مقتل اسماعيل هنية اليوم فعليا اليوم عشرة شهر اليوم مضى عشر أيام على اغتيال اسماعيل هنية العميل الإيراني في طهران وما يصار أي رد وإذا بتراقب كل الوسائل الإعلامية اليوم زي سيد الكريم من ضمن المطبلين العرب على رأسهم طبل الجزيرة أصبح اليوم لا أحد يتحدث عن الرد الإيراني هذا الكلام بدأ يخفض وبدأ ينتهي والحمساويين والفلسطينيين المتأيرين أكلوا الخازوء فعليا والأمر انتهى بس غريب أن إلى الآن لم تتضح كيف تم اغتيال اسماعيل هنية بالضبط يعني رواية صدقها يا سيدي الكريم اسماعيل هنية تم اغتياله بطلقة برأسه ثم تم تفجير المكان طمس معالم الجميرة طمس الجريمة وتم وضع اسماعيل هنية بصندوق مغلق بإحكام من طهران إلى قطر ودفن هل أحد اطلع وشاهد جثة اسماعيل هنية لا أعتقد هل أحد قام بـ هل يوجد تقرير جنائي عن كيف قتل اسماعيل هنية لا يوجد هل يوجد صور الجريمة يا سيدي الكريم كل جريمة يوجد صور كيف قتل ما هي الأشلة هل يوجد جهاز استخباراتي ما شاهده هل قطر شاهدته هل الحية هل الحية ما بعرف مين الموجودين والسنوار وغيره شاهدوا هذا الشيء ما أحد شاهد ولن يشاهدوا أحد وتم قتله بالرخص وذهب بالرخص لأن من باع نفسه للإيراني أصبح شأنه شأن أي حذاء ليس له أي قيمة وهذا ما حصل لهنية وما سيحصل لغير هنية شكرا